مرحبا بكم في شرح قواعد المرور في هولندا الدرس العشرين درس اليوم درس سهل ومفيد حنحكي عن أقسام الطريق بالتفصيل و المعلومات المتعلقة بكل قسم و بعض الأمثلة عن أسئلة الفحص النظري فاصل و منرجع تابعونا أول شي عنا الميدي بارم هو العشب الفاصل أو المنصف بين حركتين المرور و فينا نقوله فقط بارم فرهوخ دي بارم و فينا نقول فقط بارم هو العشب يلي عجم بالطريق بالإمكان استعمال البارم لنعمل وقوف مؤقت ستلستان في حال تعطل السيارة هيدا إذا كنا وين إذا كنا على طريق السيارات الأوتوفاخ أو على الطريق السريع الأوتوسنالفاخ أما إذا كنا على الطريق خارج المدينة يلي سرعة 80 أو 60 كم بالساعة فينا نعمل باركيرة على البارم ومش بالضرورة تكون السيارة معطلة فلوخة ستروك ممر الطوارئ نستعمل فلوخة ستروك فقط بالحالات الطارقة إذا كان هناك مثلا عطل في السيارة أو توباخ ودايما هناك خط متواصل دور خطروكنستريب يفصل ممر الطوارئ عن الطريق ولازم نعرف أيضا الفلوخة ستروك موجود فقط بطريق السيارات الأوتوفاخ وبالطريق السريع أوتوسنالفاخ راي ستروك ممر واحد لعبور أو مرور حركة المرور فإذن الراي ستروك هو ممر واحد ويمكن أن يتألف الطريق من عدة ممرات ميردر راي ستروكن ويفصل بين الممرات خط متقطع أوندر بروكنستريب أو خط متواصل دور خطروكنستريب الخانة اليسرى هي الممر الأول من الطريق يعني نبدأ دائما بعد الممرات ابتداء من اليسار بالصورة عندنا هون ثلاث ممرات بيبقى عندنا ممر الخروج هلأ حنحكي مفصلا عنه أو تراي ستروك ممر الخروج البعض يستخدم مصطلح أو تفوخ ستروك ولكن المصطلح الشائع والمستخدم في أسئلة الفحص النظري أو تراي ستروك ممر الخروج هو أيضا ممر من ممرات الطريق وبالتالي يصبح عدد الممرات الموجودة بالصورة أربعة في حال كان هناك انفوخ ستروك ممر دخول فهو يعتبر أيضا ممر من ممرات الطريق رايبان مجموع الممرات فإذا الرايبان هو مجموع الممرات بما في ذلك ممر الخروج أو تراي ستروك أو إذا كان هناك ممر دخول انفوخ ستروك والرايبان لا يشمل أو لا يتضمن ممر الدراجات في تسبات أو برون في تسبات دور خاندي رايبان الممرات ذات الاتجاه المستمر عنا بالصورة هون دور خاندي رايبان يتألف من ثلاث ممرات وفينا نعرف الدور خاندي رايبان تعريف واضح هو الرايبان باستثناء الأوتراي ستروك والانفوخ ستروك وهناك لوحة مرور رح تظهر بأعلى الشاشة تدل إلى عدد من الممرات باتجاه مستمر بالهولندي أنتال دور خاندي رايستروك فيخ الطريق الطريق يشمل جميع الأقصام الرايبان الاوتراي ستروك انفوخ ستروك فليخت ستروك البارم وداخل المدينة الطريق يشمل أيضا طريق الدراجات الفيتسباد وطريق المشات الفوتباد سبيت ستروك ممر ساعة الذروة أو ممر الاندفاع في حالة الازدحام المروري قد يفتح ممر الطوارئ لفليخت ستروك أمام حركة المرور ويصبح اسمه سبيت ستروك ممر ساعة الذروة أو ممر الاندفاع السرعة القصوى على السبيت ستروك 80 أو 100 كم بالساعة وبالطبع يصبح بإمكان السائقين العبور فوق الخط المتواصل وهناك لوحة مرور توشير إلى أن ممر الاندفاع مفتوح ممر الطوارئ سابقا بالهولندي سبيت ستروك أوبن انتبهوا ما حدا يلخبط بين اللوحتين يلي فيها خط سبيت ستروك أوبن والتانية حكينا عنا من شوي أنتا الدور خاندي رايس ستروكن حتى بالشكل بيختلفوا بلوس ستروك ممر زائد البلوس ستروك هو ممر إضافي على يسار الطريق السريع وعادة يكون البلوس ستروك أضيئ من الممرات الأخرى طبعا الهدف منه تعزيز تدفق حركة المرور ولكن ولا مرة على حد علمي إجا سؤال عنه بالفحص النظري فوربيلد فان هات تيوري إكسامي فراخة حناخد هلأ بعض الأمثلة على أسئلة الفحص النظري والك ديل فان دو فيخ فورد رايس ستروك خنومت ديل A ديل B أو ديل C السؤال أي أسم من الطريق من يلي معلمين بالصورة من قلو رايس ستروك طبعا هو ديل A فالك فيخو ديلة موخن بستير درس فانيو موتور فورتاوخ نيت خبراوكن السؤال أي أقسام من الطريق ممنوع على سائقي المركبات بالمحرك أنه يستخدمه هاي دي الأقسام عنا ثلاث إجابات الجواب الأول هات تروتوار الرصيف هات فوت باد ممر المشات هات فيتس باد ممر الدراجات هات فيتس برون فيتس باد ممر الدراجات والدراجات النارية أحيانا بيكونوا مع بعضهم وأنهات راوتر باد ممر الخيل الجواب الثاني هات تروتوار هات فيتس باد أنهم فيتس ستروك والجواب الأخير دو بارمة العشوب طبعا الجواب الصحيح هو الجواب الأول تروتوار فوت باد فيتس باد فيتس برون فيتس باد أنهات راوتر باد كل هاي دي الأقسام ممنوع على سائقي المركبات بالمحرك يستخدموا هاي دي الأقسام بيبقى في عنا قاعدتين بدنا نحكي عنهم واحدة بتتعلق بالطريق السريع والتانية بطريق السيارات هود القاعدتين مهمين ومن الممكن يجي أسئلة عنهم بالفحص النظري وفي حال إجو تبقى تذكرون طيب القاعدة الأولى على الطريق السريع لا يوجد حركة مرور متقاطعة شو معنات حركة مرور متقاطعة باللغة الهولندية كراوسينت فركير حفظوا هيدا المصطلح منيح فإذن لا يوجد حركة مرور متقاطعة يعني تقاطع طرق كراوسينت فركير ولكن يوجد حركة مرور لتقاطعات منفصلة عن بعضها البعض بالهولندي اسمها مثل الجسور والأنفاق القاعدة التانية على طريق السيارات الأوتوفيخ يوجد حركة مرور متقاطعة كراوسينت فركير ويوجد أيضا حركة مرور قادمة في الاتجاه المعاكس تيخي لخرس رح ناخد مثال على ذلك ما هو الصحيح بالصورة عنا لوحة مرور تدل على طريق السيارات الأوتوفيخ أول جواب يمكن أن تصادف هنا يعني على هذا الطريق حركة مرور متقاطعة فقط الجواب الثاني يمكن أن تصادف هنا حركة مرور متقاطعة وحركة مرور في الاتجاه المعاكس والجواب الأخير يمكن أن تصادف على هذا الطريق حركة مرور في الاتجاه المعاكس فقط الجواب الصحيح مثل ما أخذنا بالقاعدة هو الجواب الثاني يمكن تصادف هنا تيخي لخرس أني كراوسنت فركير فرفخت لهون منوصل لختام الحلقة شكراً على المشاهد وإلى الملتقى في الدرس الحادي والعشرين دمتم بأمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر